5-4-3-2-1-0 كان عمض الطيبة كان المسؤول عن البيت الملكي ووزير أمنحطب الثالث وأمنحطب الراب واحدة من أكبر مقابر النبلاء من أكبر المقابر يبدو أن الراجل اشتغل في المقابرة زي ما هنشوف في جزء منها وبعدين سابها ونقل ليه تل العملنا لا هنشرح مقابرة المقابرة زي ما هنشافين التخطيط مختلف تماما ما فيه بقى حرف ت ولا الكلام ده أنا بدخل صالة مستعرضة فيها أعمدة ومن الأعمدة بدخل لصالة طولية الصالة الطولية فيها أعمدة بتؤدي إلى جزء داخلي أو نيش مكان بير الدفن موجود إلى الناحة الجنوبية من المقابرة المناظر ببدأ دايما على إيد الشمال يعني أول ما بدخل بتبقى على إيد الشمال ببدأ القربين المطهرين حتى علامة وعبه معه وعبه وكهنة حطحور اللي حريه تيب وسط اللي بتيجي فيه وسط والمناظر في المقابرة هنا بتعلم دي حاجة لطيفة جدا تقسيم المقابرة يعني هنا لو بصين هنا منظر الدبح أنا هنا بتكلم أول ما بدخل على إيد الشمال بشوف المنظر الدبح الدبح الفن بتاعه منحطه بالتالت دايما هنتعلم أنه هو الفن اللي ما يتقرنش الفن اللي ما ينفعش أقول مين زيه فن عالي جدا لكن المقابرة دي كمان بتعلمني حاجة بتعلمني قدم الفن حل قدمت زي المصري كان بيشتغل على الفن يعني بشتغل هنا مثلا تعالوا نشوف الصورة دي أقارب رموزة والعيلة قاعدين في الوليمة ولا أرواح الصفوف أمام بعضها كأنهم قاعدين متجورين كل راجل خلفه زوجته وهي بتحتضنه ودايما هللاحظ ملاحظة كان بيلفت نظرنا لها عدد كبير من الأسازة الأجانب يمكن كتير منه كان يقولك بص حتلاقي دايما أنه لو الاحتضان قائم ما بين الاثنين تسكيه لكن لو واحد بس يبقى الست اللي بيحتضن وربطه كده بأنه في حاجة إلى أن تكون بجوار زوجها وفي معيه وفي حمايته في العالم كل واحد من أقارب رموزة من الأسرة أولاده وأبناء عمومته والأشخاص اللي هربين ملاحظة شايفين ظهرة اللوتس وهي متفتحة على الجبهة مع البندانة أو عصبة الراس شايفين السولجان اللي مسكوا على شكل باقة الظهور شايفين الاحتضان وهي بتمسك ودايما هللاحظ حتة الاحتضانه بتلمس لا تخلو من الإحاء الجنسي اللي تكلمنا عليه في عدد كبير من المقابر كأنها نوع من المحب هي بتمسك من عند منطقة الكدف أو أحيانا من عند منطقة الكوى الجدار ده مناظره هللاحظ فيها أنها متقسمة عندي لعدة أجزاء عدة الأجزاء هنا يا جبعة مش بقصد بها موضوعات لكن بيعلمني بدون ما يقصد المصر إلى دي إزاي كان بيشتغل إزاي كان بيوزع شغله إزاي بيرسم إزاي بيجي بعد كده يصلح إزاي بيبدأ عملية تلوين العين إزاي بيبدأ تلوضع القلادات والحلي إزاي بيشطى بالشغل مع تسريحة الشعر ولما ما يكملش أعمله يعني هنا شوفوا ده مثلا الإميرات سسمت المشرف على الخيول شايفين منظر الخيل وهو متصور فيه أقربه وأقربه اللي كانوا بدرجات وظيفية عالية في الأسر الملكي كل واحد منهم بياخد المكانة بتاعته والحيثية والتواجد القوي في معية رعموزة طيب هو هنا رعموزة في الصلاة العراضية كأنه بيصور الحياة اليومية بتاعته استقواء مش هنقول استقواء قد ما يكون رغبة في أنه يوصل رسالة أنه عائلته من العائلات القوية دي ازدياد النزعة الفردية شوية اللي ظهرت بعض موظفي أمنحطب التالت وأمنحطب الراموزة هنا هنلاقي راموزة ورامراتو الخدم والأدبع زي ما قلنا بشكل رائع جدا ويعني من الحاجات الرائعة جدا اللي بنراها في المقبرة هي هذا المنظر اللي بيوصل لي أو بيمثل لي روعة الفن المصر المنظر مصاحب لي المنظر اللي شفناه تحت اللي هو منظر القرابين ويبتتدبح وتطهيرها كأن المنظرين لأن أنا عندي في النعش يا جماعة زي ما أنتم عارفين طول وعرض ما عنديش عم أجي على الجدار الجنوبي ولا أروع أروع منظر جنازة ممكن تتخيل صفين الصف العلوي الصندوق بتاعه وصندوق الأساس وبعدين على زحافة وأمامه المركب وعليها الجثة تحت الأقارب الأولاد حامل الأساس الجنزي شايلين هنا المروحة السرير الورث مسند الرأس اللي كانت بتتقسم ثلاثة أجزاء زي البعض ما قال لنا وعلمونا أن القاعدة كأنها طا وفي النص يبقى الشو والحلية اللي فوق اللي باخدى شكل التجويف كأنها البت أو الأخذ فكأن المتوفى يرقض برأسه على الأخذ ودي أصبحت أموليتس أو تميمة مهمة جدا وذكر عنها العديد من النصوص زي ما هي الصورة يمكن اللي باينا قدامنا دلوقتي لو حضراتكم شايفينها معايا مع حملة المروح اللي بيقول سبر بنقترب الاقتراب من الوجود القربين الهدايا الظهور السنة دي بتاعته هي بتتشال كل ده الناس دي مشيا شايلة بأرقام وأعداد وأشخاص كل واحد منهم يعلم ماذا يحمل الكاتب بتاعه حامل الأختان بتاعته حامل الدهون والعطور بتاعته الكرسي بتاع رموزة اللي شايله شايفين شايله على رأسه بشكل من الأشكال البديعة قوي عند المصري القديم وصد ده كله بقى بييجوا هم شايلين وبيجروا المركب بتاعته أو بتتجر وبيحملوا كل الأشياء دي وبيدخلوا بيها مين وقفوا قدامهم مجموعة من السيدات السيدات اللي بدأوا يظهر صورتهم دول نائحات البعض بقى بيصوروا منهم سيدات القصر الملكي النائحات اللي كانوا بيبكوا ويزعلوا عليه ده كلام جميل لكن البعض التاني بيقول ان دي كانت وظيفة والغاية النهاردة فكرة الندبات وطبعا احنا عندنا أشهر ندبتين إزيس ونفتيس حتى في بنت صغيرة بعض الناس بيفسروا منظر البنت صغيرة إن هي بتتضرب الندبة جايبة أولادها وبتضرب العيال وبعض كان يصور إن رئيسة الندبات كانت بتدي إشارة لتلاوات معين حتى بعدين يمكن لنفرق في أحد الأفلام الحديثة لما راح يقول لك صراحة جامل لأ ما فيش مجابلة بتبقى ندبة وبتيجي تاخد أجر بل إن في أحد اللوحات مش تذكر حياة فين ذكر فيها أحد الألفاظ المصري بشكل كاريكاتوري إن واحدة من النقاحات دول قالت كلمة يبدو يا معنى سبق أو ضع على المتوف حتى كان من باب الدعابة إن قالوا يمكن تكون بتلعن إنه مقبضتش حقها في الفلوس شايفين اللي السود اللي دام على رأسه فوق ده ده التكنو تكن يقترب تك يقطع التكنو اللي عرفنا كلنا أو وصلنا بمنعشات كتير إنه قد يكون تمثيل لشكل يشبه جسد المتوفى وإنه بيدخل للعالم الآخر تبدأ الروح الشريرة تيجي تقرأ التعويزة أنها عايزة تاكل المتوفى يقوم التكنو يطلع أنا المتوفى فتاكله وتلتهمه ثم تأتي الروح الخيرة فتجد البق تيجي البق الخيرة فتجد المتوفى وتقترب إليه تك يعني يقطع وتكن يدنو أو يقترب بيمشي التكنو وبيدخل الوعاء الجلدي ده والبعض بالمناسبة قال إنه بيوضع فيه سواء للتحنيط والبعض قال إنه بيوضع فيه بعض المواد والبعض قال إنه فيه أجزاء من الجسم مع التحنيط عراء كتيرة جدا بس يمكن حضراتكم أنا مش عايز ندخل في تفاصيل خاصة بدقطة صغيرة في داخل المقبرة علشان ما تضيعش مننا المقبرة والجزء المهم جدا اللي احنا بنشرح القرابين بتاعته الوعول أنواع الحيوانات اللي كانت في الأرض الخدم وهم ماشيين بعد ما بدخل جوا تفسير فكرة الندبات إنه هم بالأجرة لأن بييجي بعد كده السيدات بتقعد وتلاقي اللي تقول إيه إمري يعني يا حبيبي زي يا سبع ويا جملي اللي شفناها بالمناسبة في الأوضة الكبيرة اللي فيها العمودين في مروروكا هنا بيلاقي السيدات وهم عادين بعد كده يدخل الكاهن قادي القرابين اللي بتتحط بشكل قايمة أو لستة إيه المطلوب حتى اللي لقي مكتوب ألف من كذا وألف من كذا وألف من كذا وألف من كذا يبدو أن الألف ده هو النسبة المحددة ودي الكاهن واقف كأنه يقف أمام باب المقبرة وكأنه بيعلن على معة وإمنتة اللي وقفين في الجزء العلوي ودي المدخل لبير الدفن نام راموزة ألف سلامة استريح نبدأ نشوف بقى بقية المظار هيعمل معي إيه وأنا باتجه ليه نحية الغرب اللي أنا أخذته ده يا جماعة إيدي الشمال هذه الأعمدة في الصالة وضع مختلف تماما عن اللي إحنا متعودين عليه باجأ لقي أنا دايما نقول المقبرة ماشي معي أما نحط بثلاثة أما نحط بأربعة هنا بلاقي المناظر بتكمل مش مكتملة يعني الفنان لسه ما شطبش يا دوبك رسم لسه ما حطش اللاينز الأخيرة أو الخطوط الأخيرة اللي بيشتغل عليه إنها خطوط مجموعة من الأشخاص وبقاط الظهور اللي بيتلقى هنا بيتلقى مين؟ رموزة رموزة بيتلقى رموزة بياخد كل حاج ليه؟ رموزة هو صاحب المقبرة لغاية عهد أما نحط بالتالي قاعد بيتلقى وبتيجي هيئة ملكية بتظهر في هذا المنظر غالبا الهيئة اللي قدامنا الملكية لمسك الحكادي هي أما نحط بالتالي ده على الرغم إن بعض الناس بيقول لا ده أما نحط بالرابع في الفطرة الأولى من حكمه لكن أعتقد إنه هنا أما نحط بالتالت ورموزة مؤتزة جدا بتمثيلها طب ليه أنا بقول مش أما نحط بالرابع لأن أما نحط بالرابع لما بيظهر حتى في الفطرة الأولى بالحكم كانش بيظهر على الفطرة تجلس على العرش بالمنظر ده ربما بيظهر بهاية وقفة كاملة نكمل شايفين علامة الحفن شن مئات الآلاف من الحماية بيقدمها دي دايما كانت موجودة ودايما خلف الملك الرباط الحاميات بتبقى مسكل علامة الجريدة اللي هي بتشبه علامة الرنبت ومع علامة الرنبت بيبقى فيه تحت الحفن وفوق إما الشن أو الحبو مئات الآلاف السنين من الحماية أو مئات آلاف السنين من الأعياد بنكمل بالصالة بمناظر الأعمدة بنكمل معها لو انتم شايفين حضركم بنلاقي رعموزة بينقل نفسه تلتمية وستين درجة بعد الأبهة والعيلة والقرايب والحبايب هب قد الباب اللي بدخل ليه المأسورة الداخلية بنلاقي يتحول رعموزة بدل ما كان بيقدمه وايف يبقى رعموزة مجرد جزء من كم كبير جدا اسمه أخناتون العمرنة القصر الملكي الركعين أمام القصر الملكي تقدمات العمرنة العائلة المقدسة العائلة الملكية المقدسة أخناتون في شرفة القصر وآتون والعبادة بتاعته ده يؤكل عندنا فكرة إن فكرة أتن أو أتون ما ظهرتش في تالي العمرنة وما انتهتش في تالي العمرنة أرجو إن إحنا نكون فاكرين ده كويس أخنات أتون ظهر قبل أخناتون واستمر بعد اخناتون لم يكن زي البعض ما بيقول انه ابتدى وانتهى مع اخناتون لما احترامي ليس كلاما سليما واشارنا لي اكثر مرة حتى على السايد بتاعنا او على صفحتنا او على القناة بتاعتنا تكلمنا كتير على حدوتة اخناتون والعمرنة والعقيد ادي اتون ادي نقطة الضعف الاساسية اشاعة الشمس نازل اخناتون تحتها وهو راكى قدام اتون ثم غالبا خلفه نفرتيتي طبعا ثم امامه التابعين بيقدموا قلادات الدهب والهدايا وكل الخيرات رعموزة هنا زي ما حصل بالظبط في تل العمرنة خرج من عباية الشخص القوي الى مجرد تابع ليه الملك واضح جدا الصورة الجدار بالكامل تحول ويبدو ويبدو ان رعموزة كمان ماكملش الحضر يعني يبدو انا ممكن اقرخ الحضر تنين بين السنة الاتنين وثلاثة او ثلاثة او اربعة من العمرنة ليه؟ بصوا حضراتكم انا احنا ماشيين هتلاقوا المناظر الوقت ده لون درجة لون احد الاتباع الرسم لسه ما تنقاش الهيروغليفي لسه ما تكتبش بالكامل لسه ما تحطتش الرطوش الاخير عشان يظهر النقاش بالكامل زي ما هو موجود بالكامل في مقبرة رعموزة الشهيرة اللي موجودة في تل العمرنة اذا رعموزة المقبرة اقدر اتكلم على تلات مراحل رعموزة القوي رعموزة في جنسته رعموزة مع بالتالت الملك اللي مصارفة مع برضه ثم رعموزة الشخص الضعيف القليل اللي بيظهر كواحد من الاتباع في مقبرة اصبحت تحولت الى مقبرة ملكية عشان كده تل العمرنة يعني بصوا هنا المنظر بعدش قطع الحديث شوية بصوا اللون البرتريق او المناظر اللي اتباع كلهم متجورين هنا مجرد الرسم زي ما بقول لكم في تل العمرنة هلاقي ان منظر صاحب المعبرة بيبقى على العطب بره او يا دوبك اذا كان له منظر جوه يبقى يعني لا ده كان ترخير الدنيا او لكن الاساس بيكون منظر العائلة المالكة او العائلة المقدسة زي البعض ما بيحب يشير الي الشعوب والاتباع ظهرين هنا يعني المنظر ماشي متكامل معايا كاني بتفرج على تل عمرنة شعوب العالم يا ريتو كان شاف رسائل العمرنة واراها كويس اخناتون المنظر ده عكس ما كان في رسائل العمرنة مما وجهته مصر من ازمات ومما قالوا عبدو عشرطة وعزيرو بن عبدو عشرطة على مصر منظر الاجانب هنا والمنظر التقليدي بالريش اللي على رأسهم ليه كأنهم التابعون لمصر الذين يرغبون فيه كسب ود المعبود اتون حائط متكامل للعمرنة منظر مكرر الى الجانب الشمالي من البوابة الباب اللي بيؤدي الى المكسورة الداخلية منظر متكرر من منظر العمرنة وزي ما بقول لحضراتكم انه يبدو انه توقف عند نو طبعا انا ماكملش المنظر ولا نقوشه ورجع الى تل العمرنة مع الملك وبناجبان المقبرة وكمل المناظر وحط المناظر بالشكل اللي هو محتاج بالكامل انه يصور فيه لعم ده في المقبرة باجي هنا بشوف اخر جدار موجود عندي الجدار الشمالي الشرقي الجدار الشمالي الشرقي هلاقي المناظر عليه اذا كنت انا باجد الجدار اللي عليدي الشمال وانه داخل اللي هوش الجنوب الشرقي بشوف فيه المناظر الاقارب والاضاحة هنا مناظر التطهير اللي بتتم ليه رموزة هلاقي الجدار يمكن المناظر مش واضحة فيه لحد كبير ولكن بشكل عام هي مناظر تمثل كل التقديمات والقربين اللي بتقدم لصاحب المقبرة خلاص هنا على فكرة الجزء ده انا مشيت بس بتسلسل الزيارة بالمناسبة انا بشكر يمكن صديق العزيز الاستاذ احمد فايز اللي تكرم مشكورا بتصوير المقبرة اللي هي بكل تفاصيل كالترخيرك يا بحمد والله يعني انت قدمتلي مقبرة بوجبة محترمة يعني انا ممكن بدخلتش المقبرة بقى لي ممكن سنتين او هي لكن بص عليكم هنا هتلاقي رعموزة ومع زوجته منظر متكرم بس المنظر هنا مع التطهير اللي بيتم الرعموزة يعني مناظر التطهير اللي بيتم الكهنة بيشتغل هنا هلاقي الغريح حب بيظهر هلاقي الكهن الوعب بيظهر هلاقي السم بيظهر مع القرابين اللي بتتقدم اليه مع مناظر التطهير مع اولاده بيقدموله القرابين الكاملة مع الخدم والتابعين باسماء الاقاليم والمقاطعات اللي كان ممكن ان يكون مصطيط عليها بدخل هنا بتابع ادي منظر التطهير لرعموزة في داخل كأنه في داخل مكسورة متهرة شكرا جزيلا لحضراتكم مقبرة رعموزة واحدة من بين المقابر الجميلة اللي بتفتح الباب لإراية تانية لتاريخ الفن المصري في مرحلة ما كبيل العمرنة ما كبيل العمرنة لان انا منها بدخل على العمرنة وازاي وانا واقف في مقبرة واحدة اقدر اقارن بين نوعين من الفن اقارن في موقف صاحب المقابر الشخص القوي العتيد اللي قاعد بعيلته بفنه ومتصور الملك بتاقل خبرش على رأسه بيبي وفي نفس الوقت بلقيه مجرد شخص راكع على الارض قدام الملك المؤلة دمتم بخير اشوفكم على خير في فيديو جاي ان شاء الله سلام عليكم